تعتبر النجوم بالنسبة للإنسان منذ القدم مرآة للسماء حيث حفزت فضوله وخياله مما دفعه إلى صياغة الأساطير والحكايات حولها وقد كان للعرب القدماء اهتمام بالغ بالنجوم حيث استخدموها في تحديد الوقت والمواسم وتوجيه القوافل في الصحراء وكان لهذا الاهتمام تأثير كبير على حياتهم اليومية ومعتقداتهم الدينية إذ يعكس اختيارهم لأسماء النجوم الشعرية الرقيقة عمق ارتباطهم بالكون استخدم العرب النجوم كبوصلة سماوية لتحديد الاتجاهات وتوجيه القوافل التجارية في الصحراء حيث كان النجم القطبي مثلا يشير دائما إلى الشمال بينما كان النجم سهيل يدل على قدوم فصل الشتاء علاوة على ذلك ارتبطت بعض النجوم بموسم الزراعة والحصاد فظهور نجم سهيل كان يشير إلى بداية موسم الأمطار وبدء الزراعة تداخلت المعتقدات الدينية مع فهم العرب للنجوم حيث ربطوا بينها وبين الآلهة والأرواح معتقدين أن النجوم هي مساكنها كما استخدموا النجوم في تحديد الأيام والشهور والسنوات مما جعلها علامة على بداية شهر أو فصل معين لم تقتصر أهمية النجوم على الجوانب العملية فقط بل كانت أيضا مصدر إلهام للشعراء العرب فقد استخدموا النجوم في وصف جمال الطبيعة وحالاتهم النفسية حيث كانت رموزا للجمال والعظمة والخلود كما حملت النجوم معاني رمزية عميقة فعلى سبيل المثال كانت النجوم الصاطعة رمزا للقوة والعزيمة بينما كان النجم القطبي رمزا للاستقرار والثبات يتجلى عمق الثقافة العربية في الأسماء التي أطلقت على النجوم على سبيل المثال الشمس يرمز إلى النجم الذي يمد الأرض بالحرارة والضوء وهذا الاسم يعني في بعض اللغات السامية القديمة النار التي في السماء أما نجم منكب الجوزاء فيشير إلى موقع هذا النجم اللامع في كوكبة الجوزاء وهي إحدى أشهر الكوكبات السماوية وكلمة منكب تعني الكتف بينما الجوزاء تعني التوأم بينما يعني اسم نجم الشعر اليمانية الأوضح أو الأشد لمعانا وهو من ألمع النجوم في السماء وسمي باليمانية لأنه يرى بوضوح من اليمن وهو النجم الوحيد الذي ذكر في القرآن الكريم غير الشمس كما يعتبر نجم سهيل رمزا للمطر والبركة حيث ارتبط ظهوره ببدء فصل الشتاء في الجزيرة العربية أما الثرية التي تمثل مجموعة نجمية صغيرة وجميلة فقد ارتبطت بالخصوبة والمطر ومن ناحية أخرى تشكل بنات نعش مجموعة نجمية على شكل نعش وقد ارتبطت بأساطير قديمة كما يعد النجم القطبي أو نجم الشمال الذي يشير باتجاه القطب الشمالي للأرض وقد كان يستخدم قديما كبوصلة للسفن والتجار في حين ارتبط اسم نجم العنقاء بطائر أسطوري يرمز إلى الخلود والبداية من جديد إن فهم العرب للنجوم وارتباطهم بها يعكس رؤية عميقة للكون حيث كانت النجوم تمثل أكثر من مجرد نقاط ضوئية في السماء بل كانت جزءا لا يتجزأ من حياتهم اليومية ومعتقداتهم وثقافاتهم مما أضفى على هذه الأجرام السماوية طابعا أسطوريا يستحق الاستكشاف والتأمل